بكل مرة بوصلنا فيها منتجات جديدة من اسوس منحكي هاي أقوى منتجات وخلص بعد هيك ما عد فيه يعني أفكار لكن فعلا هالمرة وصلني من اسوس كيبورد طبعا مو وحدة ثنتين وكل وحدة بمميزات أقوى من الثانية وأكيد أيضا في عنا ماوس يا جماعة إذا كنت أنت لاعب أو شخص بتهتم بإنه تحصل على أفضل منتجات هذا الفيديو موجه إليك فتابعني الكيبورد الأولى واللي هي رح أبدأ فيها لأنه فعلا هاي الكيبورد متميزة عن أي كيبورد جربتها اللي هي روغ ستريكس سكوب تو ستة وتسعين وايرلس طبعا شو اللي يميز هاي الكيبورد أول شيء ليش ستة وتسعين هو هذا حجمها حجم هاي الكيبورد مو هو الحجم الاعتيادي اللي احنا تعودنا عليه المية بالمية ولا أيضا الحجم الصغير اللي هو يعتبر هذا أو حتى اللي أصغر منه لا حجمها شوي غريب راح نورجيكم ياها بس بلداية خلينا نتفرج على المواصفات اللي بتيجي في أهم شي راح نلاحظون عنا لسويتشز أو المفاتيح ليهن روغ ان اكس سنو وهي أحدث تقنية سويتشز مقدمة من اسوس طبعا أكيد راح يكون في عنا الأرورا اللي هي الار جي بي وأكيد نتحدث هون عن الريسيفر راح نحكي هون أيضا عن أكيد موضوع الوايرلس 2.4 وأيضا البلوتوث طبعا هاي الكيبورد تدعم اللغة العربية بالنسبة للكبسات مطبوعة لها لغة عربية كاملة ومن الخلف راح نشوف في عنا أيضا بعض المواصفات للكيبورد لنعمل فتح صندوق سريع ونشوف شوف بداخل راح نشوف في عنا الكيبورد بالإضافة لراحة يد تشبك فيها بشكل مغناطيسي أيضا في عنا سبيس بار زيادة عنا التوصيل بين البلوتوث التايب سي والتايب اي عنا الأداة هاي لحتى نشيل فيها الكيكابس من جهة ونشيل فيها أيضا لسويتشز لأنه هون قابلين أيضا للإستبدال وكيد في عنا هون كابل يعني اللي هو عبارة للشحن أو وصلها بالكمبيوتر هاي الأشياء حطوها عجنب ونتفرج على الشيء المهم واللي هي الكيبورد راح نلاحظ عنا هالكيبورد بهالتصميم المتميز والجميل الواجه هون راح تكون عبارة عن معدن شوفوا ليش حكينا الستة وتسعين برجع بأكد لأنه حجمها أصغر من الحجم الاعتيادي ولكنها أكبر من أي كيبورد يعني هي موجودة عنا موضوع الحاسبة موجودة هون مو مختصرينها لكن مقربين الكابسات عن بعض على سبيل المثال راح نشوف هون عننا الديليت البيج اوب والبيج داون مدموجين أيضا مع بعض الكابسات طبعا هذا لا يعني أنه فيه نقص بالكابسات كل الكابسات راح تكون موجودة عنها بالإضافة شايفين فيه عنه هون احنا عجل هذا التحكم بالصوت وجنبه فيه كبسة عليها شعار ROG راح نتحدث عنها بالتفاصيل لكن خلينا نكمل حديث عن نفس التصميم من الخلف التصميم بتعودنا عليه من اسوس مناطق للربر للتثبيت وفعلا ثابتة بشكل كبير لكن الرجلين هون بحركة شوي زيادة مختلفة عنا فيها ثلاث حركات تعتبر الرجلين الحركة الأساسية حركة ثانية والحركة الثالثة فعنا ثلاث مستويات من الارتفاع فعلا المستوى الثالث يعتبر بالنسبة لأنا مريح جدا بحب شوي الكيبورد تكون عالي بالنسبة للكابسات حكينا أنه مريحين جدا مع صوت منخفض ما راح يكون في هذا الصوت المزعج وحكينا الكابسات اللي هنه السنو هذول الجداد جماعة راهيبين سرعة استجابتهم عالية جدا موضوع الاختصارات راح يكون في عنا قسم كبير من الكابسات عليها الاختصارات اللي بدك إياها ما أكيد مع function اختار الشي اللي بدك إياها لكن شي جميل متميز واللي هو ال function مع هون اللي هي إشارة الماينس أو الناقص من الجهة من تحت راح نشوف في عنا البطارية واللي هي تعطيك حالة البطارية فإذا كانت أخضر فهي فوق الثمانين بالمية أزرق اللي هي range يعني تحت الثمانين لحد الثلاثين وأحمر راح تكون تحت الثلاثين لحد العشرين وآخر عمرها على سيرة البطارية البطارية هون يا جماعة عمرها 1500 ساعة تقريبا إني حوالي شهرين بيضلها معك بشحنة الواحدة وشحن سريع يعني شحن هاي الكيبورد يعتبر شحن سريع الآن شو قصة هذا كبسة هاي وشو قصة الويل هاي كبسة هاي في عنا بتغير بعدة مودز يعني موجودة عنه فممكن تضغط عليها تضغط عليها تخليها لخفض الصوت ورفع الصوت أو تضغط عليها تخليها أيضا لرفع إضاءة الكيبورد وخفض وآخر شي ممكن عنا أيضا نخصصها لشيء إحنا بدني طبعا الكيبورد أكيد فينا نتحكم فيها بشكل كامل بخلال السوفتوير بالنسبة للتوصيل إما بتكون عبارة عن مباشرة أو بكونها ويرلس هون رح يكون معنا موجود بتحطها بالكمبيوتر تبعك عنا هون للتشغيل ثلاث حركات إما بتكون بالمنتصف على الوايرد أو منروح لهون على الوايرلس ورح نلاحظ عنا فورم تشتغل إضاءة أو ممكن نروح على آخر حركة واللي هي على البلوتوث ممكن تنوصل معنا لحد ثلاث أجهزة وعنا هون خياراتهم أيضا موجود في عنا هون ترقيم لحتى نختار إحنا الجهاز ابناء وما نضيع إنه وين حاطينها على أي جهاز يا جماعة تجربة الكيبورد رهيبة جدا استجابة سريعة خير نروح الآن نسمع صوت هاي الكيبورد ونرجع لكم سمعنا الصوت والشعور في شعور صعب أوصلكم يا جماعة هذا في أي معرض لأسوس قريب منكم توجهوا عليه وجربوها لأنه فعلا شعور راع ويمكن تكونوا أول مرة تحسوا مو من الصوت العالي المزعج وله ما في صوت عندك شعور الميكانيكل لكن يعني رهيب رهيب يا جماعة في امتصاص الصدمات الكبسات ما بتعمل هاي الحركة ما بتميل ما بتعمل ووبلينغ بالنسبة للسبيس الإضافية حركتها حلوة فهي مفرغة على شكل لوغو اسوس أو روغ راح تشوف من خلالها أيضا الإضاءة لآن أصدقائي ننتقل للكيبورد الثاني واللي هي روغ ستريكس كوب 2 أيضا لكن هاي الـ RX هاي الكيبورد ويرد ليست ويرلس أيضا راح يكون في عنا الأرورا راح يكون في عنا كبسات متميزين جدا وليهن هون الـ RUG RX Red أيضا تدعم اللغة العربية نفس الشيء خلين نلقي نظرة بشكل سريع على محتويات الصندوق راح نلاحظ عنه هون الكيبورد بشكلها الكامل وحجمها الكامل فول سايز مية بالمية بإضافة لراحة يد أيضا في عنا سبيس بار زيادة وعنا كابل التوصيل بس الغريب هون أنه ما في عنا التول اللي منشيل فيها الكبسات مع أنهم أيضا قابلين أكيد للاستبدال أهم اختلاف بين هاي الكيبورد وهذيك حكينا هاي ويرد مش ويرلس عنا الاختلاف الكابسات هون هون شوي جربناهم قبل هيك على الكيبورد ماضية وحطينا فيديو إلها وكانت واحدة من أقوى كيبوردات اسوس بهذيك الفترة طبعا تكلم عن السن ماضي تقريبا لكن المهم فيها ما كانت فول سايز هاي اللي بيميزها إنها فول سايز نفس الشيء تجربة السويتشزي رائعة جدا رهيبة أنا بالنسبة لي أكيد بفضل اللي قبل هاي اللي هن السنو لكن أيضا هدول لا يقلوا جمال يعني ورخينا نروح بشكل سريع لنعمل تجربة للصوت سمعتوا أصدقائي المتعة بالصوت بهاي الكيبورد طيب هون بالنسبة لإضاءة الارجي بي بشعر أنها أقوى من هذيك الوايرلس أو لأنها أوسع فموزعة بشكل أكبر لكن انتوا عطوني رأيكم بالتعليقات نفس الكبسة عنا هون نفس الويلة عنا هون موجودة وأيضا فيك تختار الأشياء اللي بدك يابستنا أكيد أنه ما فيها حركة اللوتوث كونه هي ما فيها اللوتوث تصميمها من الواجهة رح يكون كامل بالمعدن عنا هون فقط تايب سي نفس الحركات اللي تحت حركة الأساسية حركة أولى وحركة ثالثة لحتى تعطيك ارتفاع اللي أنت بناسب إلك الفرق هون راحة اليد هون بلاستيك مية بالمية هناك كان فعليها طبقة سفنج خفيفة جدا ومع هيك يا جماعة على الاستخدام الطويل للأمانة هي تعتبر أريح ليش بصراحة ما بعرف رغم من هذيك مفرض فيها طبقة سفنج ممكن هي لأنه أوسع أو الحركة اللي فيها أجمل هي حسيتها أريح من هذيك الموضوع برجع لكم بشكل كبير أنا بالنسبة لي لو هاي الكيبورد بتكون بالسويتشات اللي هناك بصراحة أنا بفضلها وبتكون هاي الكيبورد الأساسية مرتاح هون بحجم الكيبورد أكثر اللي بيخربطني أكثر شي بهذيك الكيبورد موضوع الديليت إحنا تعودنا على سبيل المثال تكون كبيرة الديليت هون هذيك شوي بتحسن مكانها غلط وبعض الأشياء بتحتاجنك فنجشن وتروح معها يعني هذا السايز حلو 96 بس بدك بتحتاجها تعود عليه لأنه إحنا ولا مرة اشتغلنا على هيك شي رغم أني جربت عدد هائلة من الكيبوردات ولا مرة مرق عليها هيك شي ففعلا هي تعتبر يعني برات اختراع على اسوس لكن انت بتشوفها يا موري حيالك يا لا أنا على الصعيد الشخصي الفول سايز عندي ما عليها أي تغيير ولا بحب أغيرها يعني بصراحة أفضل شي وبتنسمي للألعاب للطباعة للكتاب اليومية هي خياري الأفضل وبالنهاية ننتقل لآخر منتج معنا واللي هي الماوس آخر منتج أصدقائي واللي هو روغ هرب إيس طبعا هذا الأيم لاب إيديشن يا جماعة اتحدثت عنها بفيديو سابق بالتفصيل هاي فقط رح تكون الزيادة أو المختلفة هي عبارة عن اللون الأبيض حتى الصندوق ما رح نعيد فتحه فيكم تروحوا للفيديو رح تلكميها بالوصف تفرجوا عليها كانت النسخة الماضية اللي معي هي هي اللون الأسود إذا بحب تحبوه واليوم معي هاي النسخة البيض ما زالت هاي الماوس هي المتميزة بالنسبة إلي هي المفضلة بالنسبة إلي بالجيمز أنا عم بتكلم تيجي بوزن خفيف براحة على الإيد بشكل يعني ما اللحوظ هاي الاستكارات تيجي متوافرة بالبوكس نفسها أيضا بتقدم لي يعني حركة بصراحة جميلة بنفس الوقت بتمسك الإيد بشكل رأي ملاحظتي على هاي الماوس وبصراحة ما حكيتها بالفيديو هداك لأنه ما كانت طالعة معي بعد الاستخدام الطويل بيّنت معي الماوس أنا بشعر أنها فيها مشكلة بالريسيفر ما بعرف هل الماوس فقط اللي معي أو لا لكن لازم تكون بمسافة الماوس عم بتشوف حتى الريسيفر ما لازم يكون في أي فاصل بيناتهم عم بتشوف الوايرلس يعني دونجل تبعها غير هيك أحيانا بتفصل الماوس أو يعني بتصير تقطع تأكد إذا بك تجيبها أنه يكون المسافة منيحة تكون يعني قريبين من بها الآن واحدة من الميزات بهدول الكيبورد والماوس أن الريسيفر اللي فيهم بيشغل جهازين مع بعض يعني إمكاني بريسيفر واحد أشغل هاي الماوس وأشغل كيبورد الوايرلس وهاي حركة رهيبة جدا بتخفف من استخدام اليو اس بي بتخفف من عدد منافذ اليو اس بي وبنفسه تعطيني راحة يعني وظنني هاكلان هم أكثر من منفذ خصوصي عندما تشارع على لابتوب احنا بنعرف اليوم المنافذ عم تصير قليلة لكن السؤال هل ممكن هذا يأثر على الأداء ما بيأثر أبدا ومنستمر إحنا بموضوع لا تنسي القليل نستمر بموضوع السجاب السريعة كل هذا موجود بمنتجات اسوس أصدقائي حطوا لي رأيكم بالتعليقات شو أكثر منتجات حبيتوها وهل بتفضلوا هاي المنتجات أو لا وكيد كالعادة كان معكم عبيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته